ثم تمن وضع هذه الصواريخ بيد الحوثيين ورحل بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتر الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتضة بالسكان تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروض السكن في المدينة خمسة مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي توفيت امرأة وطفلتها فيما يعاني ثنان آخران من إصابات بليغة من بين 14 شخصا كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم يقوم هؤلاء الرجال بدورهم في انتشال الضحايا من بين الأنقاض يهونون على الأطفال من الفزع الذي أصابهم جراء قصف استهدفهم عنوة فلم يكونوا ضحايا على هامش الخطأ تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليهم منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 فالملايين الذين يسكنون هذه المدينة ليس بوسعهم وقايدة أحد على كرامتهم أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسار الطويل والشاق من الحرب مع الانقلابيين بدأ الحوثيون حربهم الأخيرة في جبهة نهم وفيها تلقوا ضربة موجعة لم يكونوا يتوقعونها وعلى الفور أطلقوا هذه الصواريخ والطائرة المسيرة وأهدافهم حتى في المعسكرات هي المساجد وفي أوقات الصلوات وبالقدر ذاته استهدفوا الأحياء السكنية في سياق حربهم المفتوحة على الجميع دون استثناء لا تقر ميليشيا الحوثي بأخلاق الحرب وتخوض معركة صفرية مع اليمنيين في طريق استعادة الإمامة المقبورة في وقت يسعى فيه الوسطاء الدوليون إلى البحث في إمكانية الذهاب إلى تسوية شاملة تتأسس على القدر الهائل من الصلف وعدم الاكتراث الذي تبديه عصابة تسلحت بكل أحقاد التاريخ